قوس قزح جمعية سلاوية تعمل في أطياف مختلفة من أطياف العمل البيئي هنا تعمل المجموعة على برامج مختلفة تتعلق بالتحسيس والتوعية لساكنة المنطقة من أجل رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة تنوع في الأنشطة يعزز تخصص الجمعية في العمل الأخضر لدينا مجموعة من البرامج المحلية المستوى سلاب الطانع يكون هناك مراكز القرب مراكزتي مع المواطنين ومواطنين وهي تكون تنصيق مع مجموعة من الفعاليين التي يشغلوا في هذه الميدان لأننا نطرح مجموعة من الاقتراحات وتكون بدائل وهي تقنية وفي نفس الوقت تكون فعالة لأننا نحمي البيئة دينا عمل جمعية قوس قوزح يتجاوز التحسيس والتوعية شركتها التي تجاوزت حدود الوطن تسعى إلى نقل التجربة الأوروبية في فرز النفايات إلى المغرب نعتمد أكياسا مختلفة الألوان كالأصفر والأبيض لفرز النفايات مثلا الأزرق للقارورات الزواجية والأصفر لمواد بلاستيكية وهناك أكياس أخرى لمواد مختلفة الأفضل أن يتم اعتماد هذه الطريقة بالمغرب كما تم اعتمادها في بلجيكا مؤتمر الكوب 22 المرتقب أعطى نفسا جديدا للجمعيات البيئية خصوصا التي تشتغل في الأحياء كي تكرس ثقافة القرب وتزعى إلى جعل البيئة هما جماعيا يترجم في كل شارع وزقاق